السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي في مادة الفنون البصرية درسنا اليوم في مجال الأشغال الفنية بعنوان أقنعة إفريقية بخامات الورق المعايير والمؤشرات المستخدمة في الدرس الأهداف في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادراً على أن يقارن بين الأشكال في الفن الأفريقي وأعمال الفنان بابلو بيكاسو أن يتذوق جمال الشكل في الفن الأفريقي أن ينفذ قناع مستوحى من أشكال الأقنعة الإفريقية باستخدام الأوراق الملونة مرحبا أصدقائي كيف حالكم؟ انظروا إلى هذه الهدية التي وصلتني من صديقي الذي يعيش في نيجيريا وهي دولة تقع في قارة إفريقيا ماذا تتوقعون أن تكون الهدية؟ لنفتح العلبة معاً ونتعرف على محتواها يا لها من هدية رائعة إنه قناع إفريقي هل تحبون أن يكون لديكم قناع نفسه؟ إذن سنتعلم في درسنا اليوم على طريقة تنفيذ قناع إفريقي باستخدام الورق الملون عزيزي الطالب تمأن في هذه المجموعة المتنوعة من الأقنعة واصف الهيئة الخارجية لأشكال الأقنعة الإفريقية أحسنت الأقنعة الإفريقية لها أشكال مختلفة وغالباً يكون لها شكل هندسي مثل المثلث البيضاوي المستطيل الدائري وغيرهم الكثير وإذا تمعنا في ملامح الأقنعة الإفريقية سنجد أنها أيضاً من الأشكال الهندسية والخطوط ونلاحظ البروز الواضح في الفم والأنف إن هذه الأقنعة قديمة الصنع منذ آلاف السنين وقد قام العديد من الفنانين بتنفيذ أعمال مشابهة للأقنعة الإفريقية منهم الفنان بابلو بيكاسو اشتهر الفنان بيكاسو بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية وقد مر بمراحل متعددة في حياته لها تأثير على أعماله أبرزها المرحلة التكعيبية والتي قام فيها بتجزيء عناصر الفنية إلى أشكال هندسية متداخلة كما مر بيكاسو بمراحل أخرى وهي المرحلة الإفريقية نتعرف على أعمال بيكاسو في هذه المرحلة ونحدد أوجه الشبه بين أعماله والأقنعة الإفريقية توضح الصورة رقم واحد شكل لغناع إفريقي والصورة رقم إثنان إحدى أعمال بيكاسو في المرحلة الإفريقية فهل يمكنك تحديد أوجه الشبه بين لوحة بيكاسو والأقنعة الإفريقية؟ أحسنت إجابة صحيحة أوجه الشبه بين أعمال بيكاسو والأقنعة الإفريقية هي بساطة الشكل قوة الخطوط وبروز الأشكال الهندسية إليكم المزيد من اللوحات لاحظ التبسيط في رسم العينين وكأنها شكل بيضاوي هل يمكنكم ملاحظة الخطوط في اللوحات؟ أحسنتم نلاحظ قوة الخطوط ووضوحها في الرسم في كل اللوحتين وإذا بحثنا عن الأشكال الهندسية نجدها بكثرة أيضا في كل اللوحتين إذن تعرفنا في درس اليوم على الخصائص المشتركة لشكل الأقنعة الإفريقية وأعمال الفنان بابلو بيكاسو وهي بساطة الشكل قوة الخطوط وبروز الأشكال الهندسية والآن إليكم هذا التدريب بعد أن تعرفنا على أشكال الأقنعة الإفريقية أعد ترتيب العناصر التالية لتكوين قناع إفريقي أحسنتم استطعنا تجميع الأشكال الهندسية المباثرة لتكوين قناع إفريقي أصدقائي هل يمكنكم تنفيذ قناع بأنفسكم؟ سنحتاج في هذا الدرس إلى مجموعة من الأدوات وهي أوراق ملونة ذات ملامس متنوعة كما تعلمنا في درسنا السابق قلم رصاص مبرات ومبحة ميقص وغيراء هل أنتم مستعدون؟ شاهدوا معي خطوات تنفيذ الدرس ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 بالتوفيق والنجاح إلى اللقاء شكرا